السلام عليكم اهلا بكم معي النهاردة في فيديو جديد نهاردة ان شاء الله هنعمل شربة حلو جدا لرمضان اللي هي شربة كريمة المشروم او شربة كريمة الفطر انا بصراحة مش هعملها انا هعمل اللي هو الباكت اللي هو بتاع كنور طعمه حلو وسهل جدا ويتحضر في اربع خمس دقيق بالكثير وكمان اللي عجبني فيه ان هو فيه خضار مجفف يعني المشروم والخضرة فيه موجودة في الكيس جهزة وسهل جدا بصوا قوام الشربة نفسه عمل ازاي مزبوط اللي فيه يا جماعة هو ده الخضار المجفف اللي هم حطينه فيه بجده طعمه جيد حلو جدا اول حيا جماعة الباكت نفسه بتاع الشربة مكتوب عليه ان هم حطينه فيه خضار مجفف اللي هو المشروم والبصل والخضرة والكلام ده كله حطينه فيه بس مكففينه وكاتبين كمان ان الباكت ده بتحطيره اربع كوبات من المية انا جربت لقيت ان اربع كوبات مية بيخلي الشربة تبقى خفيفة قوي بزيادة يعني فبعمله بتاعت كوبات مية بس فحطت دلوقتي تالت كوبات من المية على البارد وهبتين كده انا احط عليها باكت الشربة طبعا اه كنور او يعني الشركة دي عاملة طبعا كزا نوع شربة عاملين شربة كريمة الفطر وشربة كريمة الدجاج وعملين شربة العدس اكتر من سبع انواع شربة او ستة انواع شربة فيعني حاجة استراحة سهلة وسريعة حطيته هدوب باكتة كويس قوي من مدرب وبعد ما هدوب الباكت ده في ثلاث كوبات المية هسيبه على النار علشان يغلي مهم قوي ان احنا لو عايزي القوامي بطلع معنا مظبوط كده تحط ستات كوبات بس منحطش اربعة وفي نفس الوقت ما نقللش عمتات كوبات لاننا لو قللنا عمتات كوبات هنحس ان هي طعم البهارات فيها كتير لان هم حاطين البهارات في الباكت على اساس اربع كوبات تمام هنا بقى قلبت كويس قوي كده وهبدأ ان انا بعد ما قلبت كده كويس قوي فكيت كل التكتلات البودر اشغل بقى البتجاز هي بتاخد البتجاز ثلاث اربع دايق بالكتير تمام كده بصوا بعد ما غلت انا حسن ان هي قوامها بصت برضو كده ايه خفيف كده بعد دي اقتين فهسبها كمان دي اقتين عشان تتقل معي تاخد القوام المظبوط هي الشربة هي حلوة فيها ان هي فيها القدار موجود جاهز مش مجرد شربة بس فيها طعم لا فيها قدار مجفف طبعا هي بتاخدش وقت خايت في التحضير يعني في اربع خامة زي بتكون معمولة وجهزة الخوام ده كده حلوة قوي هنصبها بعد دولتي في الطبق بصوا قوامها عملت ازاي اهو حابين واخف يحطوا اربع كوبات مياه هنا خلاص طبينا في شربة بتاعتنا سهلة اوي وسريعة ما اخذتش معنا اي وقت شربة كريمة الفطر او شربة كريمة المشرو اتمنى تكون الشربة النهاردة عجبتكم تكون سهلة واتمنى انتو ان شاء الله تجربوه وتعجبكم ان شاء الله واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة